توقعات خطيرة ومثيرة للجدل لسيدة الإلهام ليلة عبداللطيف للدول العربية شهد الأخطر من توقعات ليلة عبداللطيف بعد قليل أهلا بحضراتكم معنا وحلقة جديدة من حلقية توقعات سيدة الإلهام ليلة عبداللطيف ومجموعة قوية جدا من توقعاتها للدول العربية وأيضا للعالم في 2025 تتوقع ليلة عبداللطيف أننا حنواجه بعض الكوارث الطبعية زي الهزات الأرضية والسيول وده بيخلينا نفكر في أهمية الاستعداد لمثل هذه الأحداث والتأكد من أننا جاهزين لمواجهتها كمان تتوقع ليلة عبداللطيف أنه حيكون في نايزك بيهدد الأرض والمكان والزمان بيشكله أكبر المفاجآت والله هو الحامي تتوقع ليلة عبداللطيف أن الجزائر حتحقق إنجاز رياضي كبير خلال المراحلة القادمة وحيكون حديث الإعلام والناس هتظهر قضايا فساد غير مسبوقة في ليبيا وحتهز الحكومة وكمان شخصية اجتماعية ورياضية كبيرة في ليبيا حيلعب دور حساس في السياسات الليبية وسوف يحتل لدور قيادي مدينة بني غازي وبعض دول شرق ليبيا حتنعم بثورة عمرانية هيتم الإعلان عن دول منكوبة حول العالم بسبب أحداث كبيرة ومن الدول دي السودان وبعض دول إفريقيا وبعض دول أوروبا وده نتيجة لكوارث طبعية وإنسانية وحروب أزمة القمح والطحين اللي بيعاني منها العالم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية العنوان الغذائي والتجاري للمرحلة اللي جاية كمان زراعة القمح سوف تزدهر وتغزو حقول وأراضي عدة دول العربية وغير عربية الترابات سياسية كبيرة في 2025 في فرنسا اللي حتكون في قلب الأحداث مع مظاهرات واسعة النطاق والترابات اجتماعية وده ممكن يكون نتيجة لسياسات اقتصادية جديدة أو أيضا تغييرات في الحكومة كمان بريطانيا ستشهد توترات سياسية بسبب تداعيات خروجها من الاتحاد الأوروبي وتأثيره على الاقتصاد والسياسة الداخلية في المراحل القادمة أوروبا هتواجه تحديات اقتصادية كبيرة في العام الجديد عشرين خمسة عشرين وإن التضخم هيزيد في بعض الدول وده هيأثر على مستوى المعيشة للمواطنين في المقابل بعض الدول زي ألمانيا هتقدر تتجاوز التحديات دي بفضل قوتها الاقتصادية واستثمرتها في التكنولوجيا والطاقة المتجددة في مجال التكنولوجيا بتتوقع ليلة عبداللطيف أن أوروبا هتشهد تقدم كبير في مجال الزكاء الصناعي والتكنولوجيا الحيوية وده معناه أننا هنشوف اختراعات جديدة وتطورات في مجالات مختلفة زي الطب والتعليم والصناعة والدول الأوروبية هتستثمر بشكل كبير في الطاقة المتجددة لمواجهة التغييرات المناخية وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري كمان ليلة عبداللطيف بتتوقع أن الوضع في ليبيا حيكون في منتهى الخطورة لو ما توحدتش الحكومات الداخلية وتكاتفت عشان نقدر نخرج من الأزمة دي بسلام تونس هتتوصل لقرار بخصوص الدستور والقوانين الجديدة وده حيكون بداية لحلول سلمية وسياسية للأزمة التونسية والدستور الجديد حيعيد الهدوء السياسي والاستقرار الأمني وهيفتح الباب للإزدهار الاقتصادي ومواسم السياحة المميزة كمان الدستور ده حيكون متوازن وحيبني دولة خالية من التطرف والأزمات زيارة أردوغان للسعودية والإمارات كانت خطوة مهمة في تحسين العلاقات بين الدول وده حيفتح مجالات جديدة للتعاون والتفاهم المغرب بتمر بفترة حداد وده بيأثر على الحالة النفسية للشعب بشكل كبير المغرب بتصدر قوانين جديدة لصالح المواطنين والموظفين وده هيحسن من أوضاعهم وحيحقق لهم حقوقهم ملك المغرب بيمر بأزمة صحية عبرة ونتمنى لي الشفاء العجل زيارات متبادلة بين السعودية وسوريا وده هيعمل على تحسين العلاقات بين البلدين انتشار لقوات الدول العظمى على طول الشاطئ اللبناني وده هيزيد من التوتر في المنطقة محاولات اغتيال بتطول بعض الإعلاميين وبعض المصرفيين وبعضهم حيطار يغادر لبنان لفترة خوفا على حياته العلاقات الدبلوماسية بين سوريا وتركيا رجعت تاني وده خطوة مهمة نحو السلام اجتماع بين الرئيس بشار الأسد والرئيس أردوغان وده هيقضي لتحقيق السلام في المنطقة الشارع اللبناني هيعيش أجواء توطر لحد أواخر عشرين خمسة وعشرين مشاهد حتحصل قدام اجتماع دولي بسبب تطورات على الساحة العربية ومحمد بن زيد هيكون مكلف بمهمة حساسة وخطيرة في العراق وسوريا وليبيا وأتوقع أنه هيقدر يحتوي هذه الأزمة تركيا بتشهد حملة مدهمات واعتقالات بسبب حادث معين كندا بتعلن حالة الطوارئ بسبب حادث مؤسط وده هيقضي لمظاهرات مليونية غير مسبوقة في تاريخها القواعد العراقية في إيران هتتعرض لحوادث مؤسطة وده هيقضي لتغييرات في الحكومة السورية وإقالة وزراء كتير لبنان وبعض الدول العربية هيشهدوا أزمة مياه غير مسبوقة والشارع هيكون مليان صرفات والإعلان هيوكب الحادث دماء وقتلة وجرحة في أحد الأماكن المقدسة وفي عدة دول قبل نهاية العام وهنشوف دماء وقتلة في دول مختلفة تحت رعاية السعودية هنشوف استقرار أمني في العراق واليمن وليبيا استعدادا لمرحلة السلام تنكيس العالم اللبناني وأعلان الحداد لحادث معين تقارب بين مصر وإيران وكمان بين مصر وقطر المعارضة السورية هتتعرض لإرباك كبير وده هيقدي لاستسلامها هتتعرض بعض دول العالم لفيضانات ضخمة هتهدد نساحات شاسعة من أراضيها سواء كانت دول عربية أو أجنبية والفيضانات دي هتكون كرسة طبيعية كبيرة لازم نستعد لها اكتشاف طبي مذهل وعلاج فعال لمرض السرطان وحيجي من شجرة أو من نبات غير معروف بعيد تماما عن الكيمياء والجراحة والاكتشاف ده هيغير حياة ملايين الناس كل الأنظر والإعلام على ليبيا متوجهة للسيد الدبيبة لحادث مؤسف وهي بتقوله يجب أن تنتبه على أمنك خصوصا في الفترة اللي جاية لأن الوضع ممكن يكون خطير في الفترة الجاية كندا حترفع أجور ورواتب الأطباء والممرضات وده هيخليها الدولة اللي بتدفع أعلى الأجور للأطباء والممرضات الأجانب في العالم جنبا إلى جنب مع أستراليا شبح الإغتيالات في لبنان حيطال شخصيات من الصف التاني زي بعض الوزراء والنواب السابقين أو الحاليين والخطر ده بيحوم حواليهم بشكل كبير وليل عهد محمد بن سلمان حيكون محط الأنظار والإنفتاح وجه الهموم الأمة وحيقدر ينقل السعودية لمرحلة جديدة من الإنجازات في وقت وجيز الوضع الاقتصادي في أوروبا حيبقى على المحك خصوصا في الفترة المقبلة وما فيش نهاية قريبة للحرب الروسية الأوكرانية وده حيعجل بوصول الحرب لأوروبا جماهير الثورة السلمية هي اللي حترسم مستقبل لبنان الجديد والحراك الشعبي حيحقق إنجازات ما قدرتش الحروب والنزاعات تحققها وكمان حتتحقق أهداف وطنية كبيرة لبنان حيفقد شخصيات بارزة من رجال السياسة والدولة وده حيكعل الحداد متكرر على مدار السنة الحزن هيخيم على البلد بشكل كبير العقوبات المالية حتطال بعض المصارف اللبنانية من جديد وده حيقدي لانهيور قسم منها وإفلاس قسم آخر متابعين الأعزاء بكده نكون وصلنا معاكم لنهاية حلقة النهاردة وبشكركم جدا على حسن متابعتكم وإلى اللقاء وتوقعات جديدة دمتم في أمان الله ورعايتكم